تكب الفرح تعلمت الإعراب في أدرسة أمريكية ترجمت النصوص للإنجليزية لأفهمها على المقاعد الخشبية ساعتان في الأسبوع تكفيان أضعتك في القواعد وفي الحفظ بعيدا عن البديع والبيان أضعتك بين ورقة تسجيل وورقة امتحان وكم يعجز قلمي عن الكتابة وكم يتلعثم لساني تتعثر في فمي أبيات الشعر وآيات القرآن وما زلنا نردد أن البحر في أحشائه الدر كامن في صفوف مدارس نستورد مناهج تعليمها فعودي إلي أنغام عود عودي إلى أدني أذان فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي فعودي الآن مع ضيف المنتدى الثقافي للمرة الأولى المشاركة للأستاذ هاني نام شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة أن تقرأ أشعاراً من بعد شعار مظفر النوار هذا من أصعب الأشعار ولكن عندما تأتي القضية إلى فلسطين نحن نرفع القبعة أحببت اليوم أن تكون القصيدة لعهد التميني فهي لؤلاء من لؤات فلسطين تعود الولود من سجنها تترك أغصامها رهينة بأياد الريح تلاعبها تنسل عطرها في زوايا الخوف تتنفس الوجوه المضطربة عبير التغيير لا يعصف الهواء في المكان تبقى القضية تنزف رحيقاً ملوثاً بشرف الكرامة غابت ملكات النحو عن هذه الساحات تركت حقول الصراع لتغزل شمع ممالكها تشيد قصوراً من عسل حتى يأتيها الخبر كي تنتص دمى الأزهار المنطفضة في وجه البشر تسادق الاحتضار تعلن مملكتها استغاثة أرض توشك أن تقتلع أشواك الأستيطان تتساقط الأوراق من بعدها يأتي الحمام ينشد سلامه صارخاً بوجه الاستعداد يا شهد البلاد الزرع يستعيد التراب من وحي النصر قال جيفارة لابنته نحن خراس الحدود رواة أساطير الأوطان نشعل شمس هذا الكون نسلط الشعاع نور القمر نرمم شعائر الإنسان مضت تجمع حبات التراب بدأت تزين وجه تلك الأرض بعد العدوان شكراً